اسم الدرس أتصرف في الأعداد ذات خمسة أرقام، بعض أرقامها سفر أولاً، عثر سامي وزينب والهادي على لعبة فكرية بمجلة للأطفال، فتباروا في حلها أبحث عن خاصيتين مشتركتين بين هذه الأعداد الإجابة من بين الخاصيات التي نلاحظ اشتراك جميع الأعداد فيها، نذكر الخاصيتين التاليتين جميع الأعداد تتكون من هذه الأرقام الأربعة سفر، واحد، اثنان، سلاسة كل عدد يتكرر فيه الرقم سفر مرتين جميع الأعداد تتكون من خمسة أرقام أعين الأطفال في البحث عن كل عددين مجموعهما يتكون من الرقمين سفر وأربعة فقط من بين المجاميع التي أبحث عنها، أربعون ألف وأربعمائة وأربعة الإجابة نأخذ العدد الأول، واحد وثلاثون ألف واثنان ونقوم بالتمشي التالي لإيجاد مجموع يتكون من الرقمين سفر وأربعة فقط ننظر في كل رقم على حدة ونضيف إليه رقما آخر بحيث نتحصل على الرقم أربعة مثال، نزيد الرقم إثنان لأحد العدد، واحد وثلاثون ألف واثنان والرقم ثلاثة لأحد آلافه، وواحد لعشرات آلافه فيصبح العدد المضاف هو ثلاثة عشر ألف واثنان وإذا ما أردنا أن نتأكد، سنقوم بعملية الجمع لكل العددين واحد وثلاثون ألف واثنان زائد ثلاثة عشرة ألف واثنان يساوي أربعة وأربعين ألف وأربعة نكمل مع بقية الأعداد باعتماد نفس التمشي ثلاثون ألف واثنان زائد عشرة آلاف وثلاثمائة واثنان يساوي أربعين ألف وأربعة وأربعة ثلاثون ألف واثنى عشر زائد عشرة آلاف واثنان وثلاثون يساوي أربعين ألف وأربعة وأربعين ثلاثة وعشرون ألف وواحد زائد واحد وعشرون ألف وثلاثة يساوي أربعة واربعين ألف وأربعة عشرون ألف وثلاثمائة وواحد زائد عشرون ألف ومئة وثلاثة يساوي أربعين ألف وأربعمائة وأربعة 20,031 زائد 20,013 يساوي 40,044 32,001 زائد 12,003 يساوي 44,004 30,201 زائد 10,203 يساوي 40,044 30,021 زائد 10,023 يساوي 40,044 40,045 أقترح على أصدقائي قانونا آخر في البحث الإجابة أبحث عن كل عددين يتكون مجموعهما من الأرقام 0,6,2 مثال 31,002 زائد 31,002 يساوي 62,004 ثانيا أكتب كل عدد ممثل على المعداد وأقرأه الإجابة رقم المعداد العدد بالأرقام العدد بالحروف المعداد الأول 70,354 70,354 المعداد الثاني 40,520 40,520 المعداد الثالث 52,801 52,801 أفكك كل عدد إلى مجموع عددين أحدهما ألف كاملة والآخر أصغر من ألف الإجابة 70,354 يساوي 354 زائد 70,000 40,520 40,520 يساوي 520 زائد 40,000 52,801 يساوي 801 زائد 52,000 ثالثا أكتب في كل مرة العدد بالأرقام أو بالحروف العدد بالكتابة الحرفية العدد بالكتابة الرقمية 59,037 80,610 70,007 10,001 الإجابة العدد بالكتابة الحرفية العدد بالكتابة الرقمية 59,037 59,037 80,610 80,610 70,007 70,007 10,001 10,001 رابعا أحدد المنزلة التي يحتلها الرقم سفر في كل عدد من الأعداد المذكورة 30,925 59,701 38,063 45,0410 45,0410 الإجابة 30,925 يحتل السفر في العدد الأول منزلة أحد الآلاف 59,701 يحتل السفر في العدد الثاني منزلة العشرات 38,063 يحتل السفر في العدد الثالث منزلة المئات 45,410 يحتل السفر في العدد الرابع منزلة الأحد أحدد المنزلة التي لم أنطقها عند قراءة كل عدد الإجابة منزلة أحد الآلاف هي المنزلة التي لم ننطقها أثناء قراءة العدد الأول منزلة الرابع منزلة المئات هي المنزلة التي لم ننطقها أثناء قراءة العدد الثالث منزلة الأحاد هي المنزلة التي لم ننطقها أثناء قراءة العدد الرابع استنتج الإجابة المنزلة التي لا أنطقها هي التي رقمها سفر خامساً أتأمل هذه الأعداد وأكتشف قاعدة انتظامها ثم أواصل كتابة العددين الناقسين سبعة وخمسون ألف وثمانمائة وتسعون سبعة وخمسون ألف وثمانمائة وتسعة سبعة وخمسون ألف وتسعة وثمانون الإجابة القاعدة المعتمدة في كتابة الأعداد السابقة هي تغيير أمكنة منازل الوحدات البسيطة فيما بينها لذا الأعداد التي يمكن لنا كتابتها لتكملة السلسلة العددية الممكنة سبعة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانون سبعة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية سبعة وخمسون ألف وثمانية وتسعون أقدم الكتابة الضربية المناسبة للرقم سفر في كل عدد من هذه الأعداد الإجابة 57890 يساوي سفر في واحد باعتباره يوجد في منزلة الأحد 57809 يساوي عشر في سفر باعتباره يوجد في منزلة العشرات 571089 يساوي مئة في سفر لأنه يحتل منزلة المئات